سنتحدث مشاهدين بشكل موسح على هذا الموضوع مع مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات ألم بك معنا سماحة الدكتور وكل عام وأنت بألف خير وتقبل الله الطاعات بداية كيف تقرأ دائرة الإفتاء وكيف تقرأ أنت بشكل شخصي هذه الأرقام في أول 15 يوما من شهر رمضان أنتقى 500 حال الطلاق حياكم الله يا سيدي بارك الله تعالى فيكم وشكا لكم وتقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير حقيقة أن هذه الأرقام التي سجلت في البداية أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة أن هذه الحالات الطلاق التي سجلت في دائرة الإفتاء العام ليست الطلاق الذي ينهي الحياة الزوجية وإنما هي عبارة عن حالات ألفاظ أوقعها الأزواج على زوجاتهم معظم هذه الحالات التي سجلناها هي تم فيها رجوع الزوجة إلى زوجها فهو ليس طلاقا باتا يعني هذه هي عبارة عن الألفاظ التي تلفظها الأزواج ويحتمل فيها لف الطلاق فعندما يراجعنا الأزواج نعطيهم الفتوى وفي أغلب هذه الحالات تكون هناك الإرجاع الزوجة إلى زوجها في نفس المجلس الذي تمت فيه عملية الفتوى أما بكسبة لهذه الأرقام يعني تتجاوز النسبة 95% من الأزواج الذين وقعوا الطلاق يكون طلاق غير واقع طلاق واقع ولكنه قد أعاد الزوج زوجته إلى عصبته يعني النسبة الأكبر من ألفاظ الطلاق التي تأتينا لا هي حسب الطلقة هي الآن تحسب طلقة وأنقصت عدد الطلقات ولكنها لا يعتبر أن الزوج حرم على زوجته وينفسخ الزواج ويذهب كل منهما إلى بيت آخر لأن الطلاق البات هو الذي يتم عادة في المحاكم الشرعية أو يكون بعد انتهاء العدة عادة من يأتينا من الأزواج هم الذين أوقع لف الطلاق بالأمس أو قبل أمس أو خلال الأسبوع الماضي يأتينا إلى دائرة الإفتاء نسمع منه الأصحاب الفضيل المفتون ثم يعرضون عليه رغبته في إعادة زوجته إلى عصمته فكل الأزواج في أغلب الأزواج إنما يأتون عادة هم يريدون إرجاع زوجاتهم لا يريدون أن يكون هذا الطلاق طلقا باتا وبائنا وينمي الحياة الزوجية باستثناء الطلقات التي نحن حينما نناقش الزوجين نجد أنها طلقة قد بانت منه بسبب انتهاء العدة أو أنها كانت هي الطلقة الثالثة المكملة للثلاث التي يفسخ فيها الحياة الزوجية في هذه الحالة طيب دكتور إذا ما تم مقارنة هذا الرقم وفي حالات الطلاق غير الواقع الذي أشرت إليها ونسبتها تتجاوز 95% وقرناها في أعوام سابقة رمضان العام الماضي تحديدا كيف تقرأ هذه الأرقام؟ ارتفاع انخفاض أن بقي على ما هو عليه؟ لا هو حقيقة بالنسبة لأرقام الطلاق في هذا الشهر لهذا العام وجدنا انخفاضا عن العام الماضي يعني وربما تكون هناك ظروف معينة يعني أدت بالأزواج إلى أنه يقللوا من ألفاظ الطلاق نحن أعتقد أن الظروف التي تمور بها الأمة اليوم وخاصة يعني الأحداث في غزة التي أثرت على المجتمع الأردني ككل نحن لاحظنا أن من بداية العام هذا من بداية عام 24 أن هناك انخفاض في عدد المراجعين للطلاق ربما أن الأزواج الآن يعني منشغلين والزوجات بمتابعة الأخبار ومتابعة الشؤون السياسية التي تعم العالم كله ربما أن الأزواج تعلموا كيف الصبر حينما رأوا أن كيف الناس في غزة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا يصبرون على القتل ويصبرون على الدمار تعلموا كيف يصبرون معظم الأسباب الطلاق كانت تأتين بسبب خلافات أسرية تتعلق بالطعام والشراب وحتى فنجان قهوة يعني أنا أعطيك أن هناك بعض الطلقات نعم كانت تكون على بسبب الإفطارات بسبب نوعيات الأكل بسبب أن الأكل ربما يكون مالحا أو يكون حلوا بسبب دعوات الإفطار التي كانت تكون بين عائلة الأزواج أعتقد أنه الآن الأزواج عندما رأوا ما يجري على أرض غزة ربما صار عندهم الآن يعني حلم أكثر وصبر أكثر وعدم التسرع في إطلاق الفاض الطلاق عندما يجد أمرا لا يعجبه في بيته عندما يدخل البيت نعم ولربما أود أن أسأل دكتور عن بعض الحالات للطلاق التي تقع لربما في حالات الغضب الشديد أو ما شابه هناك من يقول بأن لا يؤخذ بهذه الطلقة ما مدى صحة هذا الحديث وهل هي فعلا طلقة واقعة إذا كان الشخص صائما وفي حالة غضب شديد وتفوه بهذه الكلمة وقالها يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا وقال لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق يعني أن الإنسان إذا وصل إلى حالة يكون قد أغلق عليه فيها ولا يميز بين الأشياء فعندئذ لا يقع طلاقه وقانون أحوال الشخصية الأردني قد أخذ بهذا القول وقال أن طلاق المدهوش وطلاق من غلب الخلل على أفعاله وأقواله بحيث خرج عن طبيعته العادية التي يكون فيها في العادة أن طلاقه لا يقع لكن هذه النقطة المهمة التي أنت ذكرتها التي يقدرها المفتي يعني لا يجوز للإنسان أن يقدر بنفسه أن يحكم على نفسه أنني كنت في حالة غضب شديد هو حينما يأتي إلينا هناك مجموعة من الأسئلة ومن الاستفتارات التي يستفسرها ويطرحها أصحاب الفضيلة المفتون على الزوج ليتأكدوا من مقدار الوعي والإدراك ومقدار الدهش ومقدار الخلل الذي غلب عليه أو لا طبعاً كثير من الأزواج يعني يكون قد يدعي يدعي الغضب الشديد والدهش ولكن عند المناقشة يتبين لنا أنه لم يكن في واصل لم يكن قد وصل إلى حالة التي لا يقع فيها الطلاق فنوقع عليه الطلقة فالأمر يعود في النهاية إلى تقدير أصحاب الفضيلة المفتين عندما يسمعون الزوج ويعرفون الأحوال والظروف التي احتفت بلفظ الذي أصدره على زوجته شكراً جزيلاً لك وجزاك الله كل خير على كل هذا الحديث مفتعاً من المملكة سمحت الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات